كشفت شركة جيزي في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء عن نتائجها المالدة لربع الأول من عام 2024 حيث سجلت أداء قبضا مع نمو عدد الزبائن وحجم الاستثمارات التي ترتكز على عملية التوسع السريعة ونشرت في ذات البيان أنها سجلت إرادات بقيمة 26.5 مليار دينار وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 11% كما عززت قائمة منتجاتها بإطلاق عروض جديدة تمثلت في بقة جيزي ليجند وقد صممت هذه الشركة العروض لتلبية احتياجات المشتركين المتزيدة كما وصلت جيزي المساهمة رفقة شركائها على غرار الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية في تشجيع النشاط التضامني الوطني حسب ذات البيان